بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات ماثجريت فور أهلا بكل أولئة المورين تابعين معنا شرح ماثجريت فور النهاردة بإذن الله هنأخذ نمازج الوزارة النمازج دي شبه نسخة نزلناها في رياضيات عربي ربع ابتدائي المنهج الجديد الأسئلة دي تقريبا نقوله مثلا رينج 80% أو 85% نفس الأسئلة وراكن بنسخة الماث أو بنسخة الإنجليش إن شاء الله بإذن الله معظم الأسئلة هتلاقوها متنوعة ما بين أسئلة الإختبارات الجديدة اللي هي Multiple Choice وأسئلة Match وأسئلة Essay Questions أو Written Questions اللي احنا لازم نضرب عليها كويس جدا وكنا اتكلمنا على أسئلة بنك المعرفة المصري وقلنا الأسئلة عبارة عن Solving Problems بس في صورة Multiple Choice ولكن الأسئلة النهاردة إلى حد ما هتلاقيها أخف بكتير من أسئلة بنك المعرفة المصري ولكن معلش الأسئلة كتيرة شوية فنستحمل الأسئلة كلها ونكملها للآخر بإذن الله ما تنسوش تعملونا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ما ثق جريد فور هلقيت النهاردة حلقة مهمة جدا يراعى أن احنا بس نركز في الأسئلة وإن شاء الله بإذن الله الامتحانات بتكون سهلة وبسيطة طبعا هتلاقوا نفس النسخة دي في العربي زي ما قلنا يعني لو أنت عندك مشكلة أو الحاجة ممكن ترجع للنسخة العربي نزلت على ثلاث أجزاء بيقولي يعني هو محتاج أن هو يحولها للمليليتر كل حكاية هتشتب على 1 لتر وتكتبها 1000 مليليتر وإضافة 1000 مليليتر وإضافة 1500 مليليتر من تلماس 1500 مليليتر يبال هنسر عتلقيها عندك بي لكس نمبر 2 بيقولي A rectangle has length L and with W What's Mr. its perimeter To find its perimeter just use the formula of the perimeter of the rectangle as we studied before The perimeter of rectangle is equal to length plus width times 2 بين سميها تقدر تكتبها بكذا طريقة بتكتبها كده perimeter is equal to length plus width وبعدين times 2 يتكتب times 2 في الآخر يتكتب times 2 في الأول أو كتابتها في الآخر كده هتلاقيها موجودة برضو بعض الكتب يكتبها كده وممكن تكتبها كده length plus width وبعدين times 2 في الأول وممكن تكتبها كده Mr. مين اللي كتبها كده بقى كتاب المدرسة كتبها double L plus double W طبعا هتلاقي إجابة عندك C يعني مكتر لك الصيغة التانية أو الفورملة التانية number three is expanded form of the numeral طبعا ميديك numeral وطالب كل اللي عليك just write the value of each digit 7 million هندور على 7 million طبعا هو هنا بادئ للأسف الشديد بادئ from one's place to million's place يعني المفروضي العكس بس يلا مش مشكلة صح برضو فمنقوله three plus هندور على 7 million and 7 million two hundred thousand ten thousand five thousand sixty and three طبعا هي ما كتب مكتبها 60 المقرد six hundred and three فهدي مش مظبوطة هنروح على دي على طول لما فيش وقت seven million two hundred thousand ten thousand five thousand six hundred and three يبال أنسر عندك هتلاقيها C نقص number four one day and five hours is equal to how many hours just convert one day to be in hours we studied before that one hour is equal to 24 hours يبقى one day equals 24 hours يبقى تشتب على وان دي دي وتكتب بدا لها 24 hours 24 plus five is equal to 29 يبقى تكتب على طول 29 hours يبقى الانسر عندك هتلاقيها A number five which of the following represents the commutative property of addition ما تنساش قلت لك اكزامبل مشهور جدا three plus four is equal to four plus three لو انت عايز تكتبها by using variables تكتبها A plus B is equal to B plus A دي بنسميها A the commutative property طب مين هنا المكتوبة commutative property هتلاقيها A six hundred thirty five plus four hundred ninety two is equal to four hundred ninety two plus six hundred thirty five طبعا لو سألك على البي اسمها identity element بيسموها additive identity element أو identity property بس الاثنين صح number six بيقول لي ten times greater than the number four hundred thirty عشان تجيب النمبر المقصود هتقول له ten وبعدين times four hundred thirty two multiplying by ten just bring down the same number and write zero in one's place so we get four thousand three hundred يبقى الانسر عندك هتلاقيها بيه number seven a rectangle its length is equal to eight centimeters its width is equal to four centimeters we need to find its area we studied before that the area of the rectangle is equal to length times width طب الانث بكام ب8 والوهت بكام ب4 طبعا كلنا حافزين 8 times 4 equal to 32 طبعا سقار سنتيمتر so the answer will be A نقص number eight the population of a country is fifty six million seven hundred twenty four thousand thirty three then the place value كلمة place value means the name of the place of the digit six هتحدد السيكس هتلاقيه عندك في الميليونس يبقى على طول هتختار الميليونس place أو الوانس بتاعت الميليونس مردو صح number nine 13 plus zero equals 13 is what property قلتها لك identity property يبقى هو كتبها added of identity property ما تنساش ان احنا ممكن نسميها على طول identity property والـ identity property هتلاقيها موجودة في الـ addition operation وفي الـ multiplication operation في الـ addition operation هيكون الألمنت عندك الزيرو انما في الـ multiplication operation هتلاقي عندك الألمنت هتلاقيه الزيرو باختصار نقول any number plus zero is equal to the same number it doesn't change نقص number 10 from 123 cm is equal to how many meters and how many centimeters قلت لك قبل كده ان انت هنا ممكن تحولها الميترس باستكلام ده مش موجود عليك بتحولها الـ decimal forming الكلام ده شرحناه بالتفصيل في unit three ولكن احنا هناخد دي هنكتبها 400 plus 23 بالشرح بالتفصيل اهو 400 cm is equal to four meters and mister 23 cm زي ما هي يبقى 4 meters and 23 cm هتلاقيها number 11 which digit can be placed in the bubble to make the mathematical expression correct يعني ايه يعني ايه اهو بقولك انت عايز البابل المكتوبة دي عايز تكتب فيها number بحيث ان هي الجملة تكون صحيحة معاك دفين البابل البابل اهي للأسف شديد ومش واضحة في التصوير معلش سوري فبالتالي ايه الـ digit اللي انت تكتبه هنا بحيث ان الـ left hand side يكون greater than the right hand side هتركز six million six million two hundred one المفروض two hundred what two hundred three two hundred four two hundred two and so on فعندك الاختيارين two and three هتلاقي ينفعوا طبعا الكنام ده ضد الايه ضد مبدأ الـ multiple choice إلا إذا نص على ذلك فبالتالي عندك الاختيارين c و d فبالو number 12 which of the following is a digit مين هو الـ digit وانا قبل كده digits from zero to nine we have ten digits مش nine digits ten digits from zero to nine فبالانسر عندك هتلاقيها nine number 13 13 liters and 30 milliliters we need to convert it to be milliliters كل اللي عليك هتحول 13 liters to be in milliliters multiplying by one thousand why mister because we studied before one liter equals one thousand milliliters just multiply by one thousand we get 13 thousand milliliters using mental math 13 thousand plus 30 so we get 13 thousand 30 milliliters فبالانسر عندك هتلاقيها b next number 14 the number one million two hundred thirty five million and one hundred twenty seven in standard form نحن محتاجين نكتب standard form we will start from left to right زي ما هي مكتوبة بالذب one million two hundred thirty five million no thousands just write triple zeros and one hundred twenty seven تبدأ ما وجود فين آه دا نمبر اي next number 15 rounding شرحنا بالتفصيل to the nearest million 你America وكمتبought وكمتبع المليار ابداع المليار وكلنا حافظين أصلاً ركز بقى في الحيط دي عشان احنا قلناها وشرحناه بالتفصيل في النسختين العربي والأجنبي أنت ممكن هنا تشتغل على الـ values لكن الأسهل أنك We will move the digit to the left its value is Mr.doubled by 10 يعني إيه؟ بتضعف هو ركز على two places tens and thousands هتركز على tens place تبقى بتكلم من على الفور الفور هنا في tens place هتلاقي نفسك اتحركت to the left how many digits one two يبقى times the ten times the ten يبقى is one hundred times بيسموها باللغة العربية مئة ضعف One hundred times تبطريقة تانية هتجيبي الـ value of four mister in thousands place it will be four thousand وتقول لي نفسك الـ four thousand دي عبارة عن الـ value of four intense place times what now mister to find the missing number how كل الحكاية هتعد الـ digits one two three sorry it's zeros one two three so we have three zeros we have one zero so you have to multiply by one hundred يبقى الإنسان عندك هتلاقيها بيه بأي طريقة تمشي صح مفيش مشكلة نكس number 18 بيقول لي all of the following statements are true except في واحدة هنا خطأ طبعا بيتكلم على الموضوع اللي فات الموضوع اللي فات يا mister انك انت move to the left على طول الموضوع بيبقى it multiplies by two to the left المفروض if the digit in the number moves two places يبقى على two to the left multiplied by what one hundred multiplies hundred times again if the digit in the number moves two places to the left it multiplies hundred times طبعا دي مظبوطة بردو يبقى دي صح طب انت اختارت اتنين صح طب ازجي ارجع للسؤال هتقول لي اييبو هاني نحن فهمناه خطأ يعني ده صح وده صح Μليناك هتقضر شخص خطأ انت ستكون قوم بتاعيه بA لو انت ركزت هنا هتلاقي ده صح هيبقى Multi-Bee by One Thousand شخص FAQ يباب بأي خطأ ملك خطأ الذه благ ايه الخطأ اللي انت ستختار عمر باي؟ انت اختار جملة الخطأ انت أتصرف هذه كثيرة معها number 19 umar had 4500 pounds and after two years the amount he had has been doubled 10 times has been doubled and it does 10 times you were just multiplying by 10 to multiply a number by 10 just write the same number five four five double zero and write zero in one place so we get 45 000 so the answer it will be c number 20 the correct verbal form of the number كلمة verbal form كلمة مهمة جدا معناها يعني كل الحكاية just read this number one million two hundred seventy one thousand three hundred five تابين دي one million two hundred seventy one thousand five hundred دي مش مصبوطة تاب نكمل one million two hundred seventy one thousand دي بارك وانس كلمة thousand دينا three hundred and fifty مش مصبوطة one million one hundred and seventy two thousand three hundred five دعم ممكن تسطب كلمة عند مفيش مشكلة number twenty one بيقولي which of the مين هنا كوريكت هتوعد تدور عليها بقى تبركز معي في الأولى 4,000 4,000 646 466 هتركز على الهندرد هنا 6 وهنا مين 4 it's incorrect or بنسموها false تعال نشوف اللي بعدها 4,000 4,000 646 is greater than خد بالك ارجع تاني الى هنا 600 وهكاتب ليس زان ما وضعتهش انا هنا ليس زان وانا مفروض تبقى greater than هنا اكاتب greater than المفروض هنا هتبقى ايه 646 664 كتبى greater than المفروض تبقى ليس زان اللي بعدها 4,000 664 is greater than 46 هتركز على 46 وهتركز على 64 في الانسر عندك هتلاقي c طبعا كاتب equals they are not equal which of the following is correct ascending order مين هنا اللي مكتوب في ال ascending order صح تعال نشوف دي 573 ascending order نقولها برضو عشان ديك المغربة عننا from least ما تنساش from least to greatest يعني في الاشهر ان هما يقولوا from least to greatest تلاقيه عشهر كتير من ascending و descending طيب 573 580 735 757 دي صح مزبوطة طب لو خدنا اي واحدة اتنا عشان نتأكد بس 757 735 طبعا دي مش مزبوطة دي جريتر دان دي انا عايز ascending from least to greatest ده ليست هوا 73 is less than 80 و 500 is less than 700 و 35 is less than 57 وهكذا بتركز على بيسس معينة عشان تسايل نوضوع لنفسك بالانسر عندك هتلاقيها ايه نكس نمبر 23 the ascending order of the following numbers طبعا هتكلمنا على ما تنساش طبعا عشان تعمل اه هنا ممكن تشتغل زي ما هي مكتوبة وده يعني هشتغلها زي ما هي مكتوبة وقلت الكلام ده قبل كده ولكن لو انت متلغبط او انت عندك مشكلة يفضل انك تكتب طبعا يعني زي نمبر 3 كده وبعدين تبدأ حضرتك سيادتك ترتب طبعا نشوف هنا مكتوب six times one hundred thousand وهنا four times ten thousand يبقى انت عندك هنا six digit number مكتوب هنا six hundred and fifty three thousand برضو six digit number وهنا six digit number طبعا هنا برضو مكتوب six digit number five hundred and يبقى كلهم six digit number يبقى انت هتركز على ال hundred thousand طيب six hundred and mister what forty and five six hundred forty five وبعدين six hundred fifty three يبقى ديك كبيرة انا هايز ascending وبعدين six hundred four وبعدين five hundred تخد بالك six 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 يبقى ديه اصغر واحدة اللي هي نمبر four followed by what six hundred four six hundred fifty وبعدين six hundred forty five six hundred four اللي هي نمبر ثري وبعدين six hundred and fifty three وبعدين هنا six hundred forty five 45 في مصر is less than fifty three يبقى انت هتقول نمبر وان وبعدين هتقول نمبر تو يبقى four three one two تفين دي بقى four three one two هتلاقاها مش موجودة ونفس الجملة برضو فيها خطأ معلش four three one two طيب تبركز على two one دي six hundred and fifty three six hundred forty five طيب انا عندي هنا fifty three six hundred fifty three ممكن يكون فيها خطأ وهنا six hundred forty five six hundred forty five انا عايز ascending يبقى الفورتيفف الاول يبقى نقوله one الاول وبعدين two يبقى هي الاختيارات مش مصبت نمبر 24 بيقولي round the number قد بقى لك ان النمبر ده عندك five digit number thirty four thousand eighty nine to the nearest ten thousand هتركز على ten thousand اللي هي rounding place اللي هي three and circle the right digit the right digit عندك four is less than five so keep three as it is and change all digits to try to be zeros يبقى اللي هينفى عندي هتلاقيها thirty thousand يبقى الانصر عندك thirty thousand بعض الناس بتجيبها منت الماث وصح برضو فيش مشكلة number twenty five the expression that express the product approximation كلمة approximation دي كانت موجودة في المنهج القديم لكن احنا استبدلناها بكلمة rounding يبقى ما تنساش ان كلمة rounding هي الكلمة الجديدة اللي نزرت في المناهج الجديدة ولكن الكلمتين بنفس المعنى طيب بيقولي three thousand one hundred is rounding the to the nearest hundred يبقى انا عايز نعمل to the the nearest hundred فبالتالي هنا هركز على الهندرد سبليس هلاقيها one يبقى المفروض one hundred ninety one يبقى على طول هتبقى two hundred هو كاتبها one hundred يعني المفروض هتبقى three one three two hundred اللي هي three thousand two hundred اللي بعدها two the nearest ten فعشان نعملها two the nearest ten هركز بيقولي two hundred ten فالمفروض لما هتعمل two the nearest ten هتبقى هي نفس الحكاية بالزبط برضو هتبقى two hundred ten مش هتتغير واكتبها two hundred one يبقى انت هتركز هنا انك انت هتعمل rounding العدد اللي هو يقصد وشوف هالي round صحيح ولا غلط بصف اللي بعدها كده two the nearest thousand thousand عندك three وهنا five just change three to be four يبقى على طول four and four zero زيبا four thousand يبقى الانسر عندك هتلاقيه c next number twenty six the correct strategy to find the result of one hundred twenty two minus forty nine is what using mental computation الكمبيوتاشن اللي هو compensation لو فاكرين هتلاقي عندك الفورتي ناين دي is close to be what is close to be fifty فانت هتعمل ايه هتعمل adding one طب بعد ما تعمل adding one هترجع كأن انت عمل مينس ففتي فانا عايزة minus forty nine فالده هيطلع لي اقل من المفروض يطلع فبالتالي هتعمل بلاس ون فالاجابة انك انت هتغير الفورتي ناين دي هتعمل ايه وترجع تعمل ايه تاني فبقول لي find the result of one hundred twenty two minus fifty then سبتراكت ون ولا دين اد ون فالانسر عندك هتبقى بيه دين اد ون وممكن تجربها وتشوفها تطلع معك ولا غلط سبتراكت 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 عادي جدا بس اخد بالك ان احنا عندنا هنا ري جروبينج three minus seven it doesn't work so it will be 13 معلاش انا مش هكتب عليها لان الكرم ده تشرح بالتفصيل فعزرا عشان المساحة اللي معي يعني الشكل بيطلع مش شكله مش هيل وغز عزرا يعني 13 minus seven is equal to six هاشتغب مجرد النظر by your eye it will be zero it will be 10 10 minus four is equal to six قد بالك six it will be five five minus two equals three so we get three hundred sixty six so the answer it will be c number 28 ماريام بوت a novel containing three hundred sixteen pages of which she read one hundred twenty nine pages which of the following bar representation اللي هو البر موديل اللي قلنا عليه represent the remaining pages انا عايزين نجيب ال remaining pages التوب نمبر هو السم يعني هكتب كده three hundred sixteen عبارة عن حكتين ال one hundred twenty nine وال اكس وكنا بنرسمها كده لو فاكرين كنا بنرسمها بالشكل ده تب فين الشكل ده هتلاقي عندك اهو three hundred sixty ده اللي فوق اهو يبقى انا عايز دي تبديح تديني ايه هتديني اللي هي لسه مقارطهاش يبقى اخد بالك تب هتيجي ازاي لو انا اسألك على ال اكس هتيجي ازاي هتقوله ال اكس is equal to three hundred sixteen minus one hundred twenty nine وتطلعها بس هو هنا طالب منك بس تختار الموديل بار اللي شكله صحيح نيكس نمبر 29 which of the following sentences express a correct relation between the units of mass طبعا احنا خدنا كزا relation او خدنا two relations خدنا ان ال one kilogram is equal to one thousand جرام. مهمة جدا. وخدنا كمان اعطاك انها مش مزبوطة في الكتاب ان ال one ton is equal to one thousand كيلو جرام. طيب يبقى انت هتختار اي واحدة من دول صح. طبعا هنا هكتب one gram طبعا مش مزبوطة one gram مش مزبوطة. هتركز على دي هتلاقي one ton equals one thousand كيلو جرام. نيكس using the relationship between units of length to the correct answer to complete the following طبعا التابل ده بعض الناس حافظة تحول من كيلومتر لسنتيمتر ازاي بتضرف في one hundred thousand. بس الاسهل تليك في الحاجة السهلة البسيطة relation البسيطة ان احنا لما بتحول الميتر لسنتيمتر لان هو جاه سهل له. بتعملها times one hundred بس. يعني هتكتب النمبر ده اللي هو six and four zeros. وبعدين تضيف double zero. وبعدين تحط الكاما وبعدين تختار. تختار يبقى انت عندك six million يبقى الانسر عندك هتلاقيها دي. نيكس نمبر 31. ادل spent six hours at school. راح اقعد في المدرسة ستة ساعات. if he want to calculate ادل's school day in minutes. يعني انا عايز احول الهورز دي المينت. طبعا to convert from hours to minutes we will use that one hour equals 60 منت. so to convert from hours to minutes just multiply by 60. so six times six equals 36 and bring down one zero. so we get 360 منت. طب هتفاجأ ان هو اصلا مش عايز الكلام ده. هو بيسألك how. يعني بسألك على الطريقة. يبا انت عملت ايه اصلا عملت الهورز times 60. فانت بتقول multiply six by 60. يبا ايه دي الطريقة. هو مش عايز how many minutes. هو حور. 32. ask a group of your classmates. السؤال ده في خطأ. ask a group of your classmates about how many hours they spent reading yesterday. this line shows plot. سمناها plot. line plot graph. سمناها كده السن فاتت. shows the students responses. اللي ما اروش حاجة خالص. زيقه. hours. خد بالك هنا hours. وهنا number of students. اللي اكسب one student. فان هنجاو على سؤال واحد بس تقريبا. معرفش هالسؤال في خطأ ولا لا. لان كان في العربي في خطأ. طيب هو هنا بيسأل which question نسأل يعني يعني نفهم الرسمة الاول معلش سوري. اللي ارو half hour كان ولد واحد بس. one student. طب اللي ارو just one hour كان وعدادهم two students. يعني two students في المجموعة اللي عندي. ارو ساعة واحدة بس. طيب اللي ارو ساعتين كانوا three students. طيب اللي ارو اربع ساعات مثلا كان وكام كان one student. ده معنى اللي ايه line plot. هو بقولي which question could be answered using the line plot. اوه يبقى هنا السؤال ما اكتوب صح. هو بيقولي مين هنا السؤال اللي ممكن تجاوبه من خلال line plot. بيقولي how many students spent three or more hours. اللي قاعدوا يزاكلوا three or more hours. اه تقدر تجاوب ده. عندك one. وهدي three. يبقوا four students. وهدي كمان one. يبقى عندك ايه? five students. يبقى ده five students. يبقى هو ده الايجابة الصحيحة. لو انت ركزت مش هتلاقي كل الكلام ده ليه علاقة بال line plot نهائي. هتلاقيه يعني كله في الاوت. how many students three two books yesterday? هتحددها ازاي دي. ده يعني لو مشينا على شعر راسنا مش هتقدد سؤال زي ده. وهكذا. يبقى الانسر عندك هتلاقيها number A. لو جات لك اشتر number A وانت مهم. next exercise number 33. a rectangle of 20 centimeters length and 10 centimeters width. ادك اللانث والدك الweat. طب هو عايز اي سكسب الarea. to find the area just multiply length by width. يبقى هتقول 20 times 10. طبعا هتديك 200 square centimeters. يبقى الانسر عندك هتلاقيها دي. number 34. in the opposite figure if the perimeter of figure one is 50 centimeters. السؤال ده مهم جدا. انا عايز البريمتر اللي بتاع figure one 50 centimeters. متبقى لك بقى. طب ال figure one ده. هتكلم عن figure one. هو عايز الarea بتاعت figure two. عشان تجيب الarea بتاعت figure two. لازم يكون عندك الweatth. طب هتجيب الweatth ازاي. لازم تشتغل هنا. هو مديك البريمتر للريكتانجل الاولين. ومديني length. فيه معلومة مهمة احنا كررناه في الشرح قبل كده. ايه هي؟ ان length plus width is equal to half parameter. انا بتكلم على figure one. ما تنساش. فبالتالي انا هنقول له length plus width هتقول half 50 هتلاقيها 25. هتشيل length وتحط بدالها 25. اسوري تحط بدالها 50. plus width equals 25. يبقى الweatth هيطلع ب 10 سنتيمتر. طب انت تستفيد ايه؟ ولا حاجة؟ هتستفيد طبعا. هنا 10 سنتيمتر يبقى هنا 10 سنتيمتر. الله. هتلاقيس حاجة زريفة. هو طبعا الشكل لا يعبر عن المضمون. يعني الشكل هنا لما تبص عليه كده هتلاقيه rectangle. ولا اكن هو المفروض هيطلع square. فهو يزبط شكل الرسم شوية. ليه لان داب 10 يبقى داب 10 يبقى على طول ده square. to find the area of the square just multiply s by s. we studied before. it's a side length times itself. يعني 10 times 10. 10 times 10 equals what master equals 100 سنتيمتر. سيب الانسان عندك تلاقيه. number 35. safe wrote the number. كتب النمبر ده. marwa wrote the number. كتبت النمبر ده. بيدونه في نوت. why is the value of 5 in safe's number. في النمبر بتاع safe. هنحدد الفيف. different than the place. or sorry the value of the digit. 5 in marwa's number. في الدجت في النمبر بتاع marwa. برضو بتكلم مين عن 5. طب ليه 5 هنا مختلف عن هنا. because different places. ده السبب. هنا ال place عندي hundred thousand. so it's values equal to five hundred thousand. ما بيسألش عليها. هو بيسألهم ليه مختلفين. هنا في ال hundreds. it's values equal to five hundred. الاختلاف ال place. طبعا هيديك السبب. بيقول لي the digits to the left of each five are different. the place values of each five are different. يبقى هيدي الإجابة الصحيح. ما تنساهاش. number thirty six which expression is the expanded form of this number. عشان تجيب يعني ما عارفش هو كاتبها ايه. which expression is the expanded form of this number. طبعا ولا واحدة صح. سوري يعني السؤال خطأ من الاصل. هو عايز. to write the expanded form of the number. او هو كتب خطأ او اختيارات خطأ. طيب احنا نحل السؤال وخلاص معاش تقبل الاخطاء لازم تكون في خطاء منبعية. عشان تكتب هنا على فكرة السؤال ده صحي في العرب. ten million five thousand seven. عشان تكتب المفروض الاختيار ده بيكون موجود. عزرا انه مش موجود. number thirty seven which expression is in the expanded form of. هو ده. يبقى ده كان في سؤال تاني معلش. يبقى احنا احنا كتبنا دي. يبقى هي الانصر عندك هتلاقيها ايه. يبقى ده هو ده. بس ده متصحح. لكن ده الاختيارات خطأ. number thirty eight بيقول لي. town a is library. هذ three hundred sixty two thousand. يعني عندها النمبر ده من البوكس. وتاون بي عندها النمبر ده من البوكس. معلش. عارة بعدين. which choice below correctly. هو عايز يعمل comparing between the two numbers ومديك اكتيارات. يبقى انت لازم تكتب two numbers. تعالي نكتب الاولاني. three hundred sixty two thousand. three hundred sixty two thousand. وبعدين. twenty one. يبقى كتب هنا. يبقى كتب هنا. twenty one. write zero in hundreds place. second library or library b. has three hundred twenty six thousand. يبقى نقوله هنا. نقوله ايه بقى? three hundred twenty six thousand. three hundred. twenty six thousand. بتبالك تكتب بالراحة عشان متلقباتش. one hundred two. one hundred two. طيب. تعالي بقى نعمل comparing. هنا. sixty two. طيب وهنا. twenty six. يبقى جريتر. طبعا مش لازم يكون اللي انت كتبه هنا. لازم ممكن يقول اه لو اراهت. سر from right to left هاي اراه لازان. فانت شوف اختار بقى. طيب هو كاتب هنا. three hundred sixty two is less than. طبعا مش مزبوطة. اخد بالك. هو عايز. الكوريكت. عشان. اني بقى واضحين. اي انا equals طبعا مش مزبوطة. هنا three hundred sixty two twenty one is greater than three hundred twenty six one hundred. ايبا هي دي. number thirty nine. which answer معلش. للسرعة عزر عشان فيش وقت. which answer represent rounding this to the nearest million. تبيني الميليون سعندك two. so it will be thirty million. تبيني الثرتي ميليون اهي. شرحناه بالتفصيل. three هتستنى زمعية. because. اه سوري. اه لا. مش. three هتستنى زمعية. انا عندي. and circle the right digit. the right digit is five. so you have to change the rounding place to be the next digit. وانا الكلام ده بالتفصيل والله. three هتستنى زمعية. two هتتغير هتبقى three. قلت بالك انا اخترتها غلط. معلش سوري. يبقى هنا اصبح عندي ايه؟ اصبح عندي هنا. ثرت ثري ميليون. كويس نلعتها. ثرت ثري ميليون. يبقى الانصر عندك ثرت ثري ميليون. تب الانصر فين؟ اه ثرت ثري ميليون هتلاقيها دي. مش دي. number forty. which equation would be best include in in an explanation of the commutative property of addition. طبعا مين commutative property هتلاقيها بي. دي بيسموها equation. ناكس اكسرسايز number forty one. هيام رايت كتبت دي؟ بيقول لي is statement true؟ طبعا statement is not true. طب ليه؟ لان اصلا دي موجود فيها subtraction وعمل فيها associative. والassociative مش موجودة في subtraction operation ما الموجودة في الaddition؟ بيقول لي ايه؟ طبعا is statement true فالاجابة هتبقى بyes or no. فانت هتستبعد لليس هتروح للنو. شوف انت بتستعبد الاجابات بكل سهولة ازاي؟ هتقول له no بس نقول له السبب بقى. because the associated property doesn't apply to subtraction. يبقى هي دي اللي جابة صح. لو انت اخترت التانية مش هتلاقيها صح. طب ليه؟ because the commutative property بيتكلمني على commutative property في حين ان المستهدف في السؤال هو ال associative. يبقى نبقوا معيين في الحيطة دي. number forty two. فاريد begins solving subtraction problem. بدأ يعمل الت subtraction ده. what's his next step؟ ده السؤال ده من بنك المعرفة المصر. كنا حلينه قبل كده. هو بيسأل على next step هتكون ايه؟ ما بيسألكش على difference. فانت بتقول seven minus four three كاتبها لك. three minus eight. هي دي هتقول second لا طبعا. second بدأ تعمل regrouping. فهتقوشتب على seven وهتكتب six. وهتقوشتب على three وهتبقى 13. يبقى انت عندك هنا 13 tens. minus eight tens. فانت الانصر عندك هتلقاسي. regroup the tensi place and add eight and 13. خد بالك بقى. هو سوري. الاجابة مش هنا عند add. اقدي خطأ. معلش دي هتقوش. الاجابة دي. regroup the tensi place and subtract. eight from 13. اهي. الاجابة دي. مش c. عشان هنا هتكتب add. نيكس اكسرسيز number 43. which is choice shows how you could correctly use rounding to estimate a reasonable answer for the problem. طيب. احنا هنا عايزين نستخدم ال rounding. هنشوف انت ممكن تستخدم ال rounding to the nearest tens. to the nearest hundreds. ليه? لانا كانت عندك three digits. بس مين فيهم صح? فانت ده هتمشي معاه. لحد ما تشوف مين العمل صح? طب هنا كاتب eight hundred ten. طب هو عمل rounding to the nearest كام كده? to the nearest tens. فايا لو توزي ال nearest ten. سوري. هتبقى twenty. لان السكس هتدي. اي اي الone ده هيتغير. هيبقى two. والسكس هتبقى زيون. هتبقى hundred twenty. فهدي مش مزبوطة. اللي بعدها هتلاقي صح. ات هندرد توينتي صح. طب نشوف دي صح والغلط. two hundred fifty seven عملها two hundred sixty. مزبوطة. يبقى الانسر عندك هتلاقي بيه. لو بسيت على تانيين هتلاقم خلط. لو بسيت على دي هتديك ات هندرد صح. لكن عمل دي خطأ. two hundred fifty seven عملها two hundred fifty. المفروض ستبقى two hundred sixty. او المفروض ستبقى three hundred. بال يعني. بالمبدأ ان هو عمل طول دي نجسة هندرد سو كده. number forty four. a local bakery sold. السؤال ده برضو موجود في النسخة العربي. one thousand two hundred thirty two. طبعا اكلة. if they sold. باعوا العدد ده. eight hundred seventy six. in the morning. صباح. how many were sold. قال لك how many were sold. وقال لك كلمة rest. يبقى انت عايز تعمل subtract. يبقى انت تكتب كده. align the two numbers above each other. كما انتفقنا. one two three two. one two three two. minus. eight hundred seventy six. eight hundred seventy six. وتعمل subtract. تبدأ تعمل subtract. ستبقى two. ده هتبقى two. يبقى عندي هيبقى هنا two. وهنا هيبقى one. خد بالك. اه هنا هتبقى one. ده هتبقى twelve. بعدش البطة twelve minus seven هتبقى five. ودي one هتبقى eleven. minus eight equal to three. يبقى three hundred fifty six. يبقى الانسر عندك هتلاقيها ايه. number forty five. موجود في النسخة العربي برضو. قلت لك تسعين في المئة موجود في النسخة العربي. the Suez Canal. قناة Suez extends from Borseid to the city of Suez. مدينة Suez. كام is one hundred ninety three thousand one hundred twenty meters long. if the boat هو مشي ترافل سافر المسافة دي وبعدين تتوقف. عمل راحة. هو بقول لك four five days مش داخلة في الحل. طب هو بقى له قد ايه? how many more. اول ما تشوف كلمة how many more اكتب فوقها minus. يعني تعمل subtract. يبقى تاخد ده one hundred ninety three one hundred twenty minus thirty eight thousand six hundred twenty. وتعمل subtract. سهلا. zero minus zero zero. two minus two zero. eleven minus six five. two. it will be twelve minus eight four. تيهت بقى eight minus three five. وتنزل ال one. يبقى one hundred fifty four thousand five hundred meters. يبقى الانسر عندك هتلاقيها C. number forty six. ناهد wants to put a ribbon border around a blanket. مهمة جدا. سؤال جميل جدا. هي عايزة تعمل شريط حوالين البلانكت البطانية بتاعتها يعني بيسموها بيسموها سارفالة. الداكل بريمتر بفورتين ميتر. والداكل ويتث اهي كلمة ويتث بثري ميتر. هو عايز مين؟ هو عايز اللونج اللي هو اللينث. قلنا قبل كده ان اللينث. plus width equal half perimeter. تكون حافظة relation d. اللينث لا تعرفها بقان. plus width 3. half perimeter half 14 is equal to seven. ااسكي رسلخ. what number plus 3 equal 7. and we studied before. how can we solve this equation. just move 3 to be subtracted. يبقى على طول.L is equal to seven minus. 3 is equal to four. بتسأل نفسك إيه النمبر اللي تدفع لي 3dx7 mental math is equal to 4 هو 4 meters number 47 which sentence best explains the relation between a meter and a kilometer 1 kilometer equals 1000 meter هو هذا اللي نحن درسناه فين دي هتركز على 1000 1 a kilometer is equal to 1000 meter كده مصبو number 48 بيقول لي a pocket holds six liters of water يعني six liters of water to find the number of milliliters the pockets holds ده سؤال من بنك المعرفة المصري a student could what liters because each liter equals 1000 milliliters انت عشان تحول الليتر تدير milliliters هتعمل multiplying by 1000 we studied before that one liter equals 1000 milliliters هو بيسألك الطريقة ايه يبقى انت عشان تعمل multiply six by 1000 فين دي ايه نمبر سي number 49 اومار is training for swimming competition to track his progress اومار uses a table to log the distance he swims each day in different units of measurements طبعا مديني five kilometers هتختار بقى الفايف كيلومترز هتحولهم مليمترز just multiply by 1000 يبقى تكتب هنا five thousand meter او تكتب five thousand بس لان هو كتب لك meters for هتحولها centimeters just multiply by one hundred يبقى انت هتكتب five thousand وهتضيف double zero وتقراها وتقول five hundred thousand centimeters يبقى الانسر عندك five thousand five hundred thousand تب فين بقى five thousand five hundred thousand يبقى الانسر عندك تلاقيها بيه question number 50 دي طبعا بتحلاها بكزا طريقة ده سؤال برضو من بنك المعرفة المصر from the tank when remove four more يعني ازالت كمان four يعني هو كان eleven اخدت منها three بقى كام بقى eight وبعدين بقى eight اخدت منها كمان three four more removes كلمة remove ممكن تقول subtract يبقى four بيقول لي ليلة wants to know how much water is left in the tank طبعا choose the best answer to explain طبعا الbest answer خد بالك ان ديك هتموجودة في المنهج القديم كنت بتعمل ايه كنت بتعمل adding للثري والفور مع بعض هتديك seven وبعدين تقول له eleven minus seven هتديك four لكن كتاب المدرسة جايب حاجة جديدة انك تشيل تعمل minus مرتين يعني تقول له eleven minus three وبعدين eleven minus four هتديك four فهو جايب دي فهو بقول له subtract three from eleven then subtract four اهو دي الصح لو اخترت اي حاجة تانية هتلاقيها خطأ مش هتلاقيها منطقية وحتة انك تعمل adding لثري والفور then subtract from eleven مش هتلاقيها موجودة فالإجابة عندك هتلاقيها ايه number 51 بيقولي a wall is sixteen meters long it's spelled equally into eight sections how many centimeters long is each section يعني انت عندك wall او شريط ممكن تسميه شريط طوله 16 متر وهتقسمه اللي four sections لو eight sections يبقى is splitted d معناها equally معناها divided by يبقى 16 divided by eight كل واحد بكام بتو سنتيمتر يبقى الانسان عندك هتلاقيها two number 52 بيقولي the rare for bicycles on a road and a fourteen times as many as cars on bicycles طبعا العربيات دائما اكتر من السيارات من من ال من الدراجات او العجل طب add a fourteen times this number يبقى هتقوله كده four times fourteen عشان تجيب number of cars how many cars are on the road دي هتقولي احنا ما اخدناهاش هقولك لا احنا اخدنا حاجة اسمها breaking apart method تعملها ازاي we can write fourteen as ten plus four اسهل حاجة يبقى four times ten plus four ترجع تقولي is equal to four times ten plus four times four four times ten equals fourteen four times four equals sixteen so we get fifty six cars يبقى الانسر عندك هتلاقيها سي number 53 which comparison is correct مين هنا الصح لازم للأسف الشديد تشوف كل واحدة وتعمل تشوف ايه المقرن الجملة صحة او غلط nine is four times greater than twenty seven طيب بقولي nine is four times طيب انت اصلا لو عملت nine times four بثيرتي سيكس طيب هو بقولي greater than twenty seven يبقى دي الصح طيب تعمل تشوف التقنية بقى بيقولي seventy two is eight times less than nine طبعا is equal to لان eight times nine seventy two eighteen is two times greater than nine طيب two times nine اصلا هتلاقي اتين هتلاقي ايكولز بردو كذلك هنا forty five is five times greater than طبعا مش اكبر من الفيفتي لان five times ten fifty فالانسر عندك هتلاقيها ايه عزرا ان شاء الله باذن الله هتلاقي الجزء التاني هينزل حالا باذن الله هتلاقيها second اللي هو اسئلة complete ولسه معنا اسئلة الماتش نلتقى على خير ان شاء الله في الجزء التاني هينزل عطول مباشرة عشان نفيش وع ما تنسوش تعملونا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في الشرح math grade four موسيقى